من اللفتات التي لو نتدبرها في أذكارنا لو وجدنا لها أثر في قلوبنا ماذا نقول بعد الصلاة؟ سبحان الله والحمد لله والله أكبر نقولها عدداً متتابعاً سبحان الله تنزيه الحمد لله إثبات كمال الله جل في علاه وأنه ليس كمثله شيء جل في علاه في كماله وعلوه وعظم صفاته ثم الله أكبر أعظم مما نقول سبحانه وبحمده فما يستحقه من التنزيه والتحميد والتعظيم أكبر مما تلفظت به ألسلتنا وأعظم مما قام في قلوبنا وما قدر الله حق قدره وهذا المناسبة في كون هذه الكلمات الثلاثة مجتمعة وتتكرم في أدبار الصلوات أنها إثبات تنزيه الله إثبات عظمته وكماله جل في علاه وأن العبد مهما بلغ في التنزيه وإثبات الكمال لله فالله أعظم والله أجل والله حقه أكبر مما قام في القلب أو نطق به المسان